خلونا نروح لـ 200 سنة تقريباً عدوا على وفاة واحد من أهم مع بقرة الموسيقى بيتهوفن بيتهوفن صاحب السينفونيات العظيمة عشر سينفونيات أنا ممكن من أكتر السينفونيات اللي أنا أحبها سينفونية كده لطيفة جداً اسمها ضربات القدر دي أظنها سينفونية الخامسة لبيتهوفن سينفونية عفنا ليه بتاعت تان 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 تا هي دي ضربات القدر دي سينفونية عظيمة وشديدة الصعوبة بالمناسبة لما تيجي تلعب المهم يعني السينفونية العشرة اللي تسببت في تدهور صحة بيتهوفن قدت إلى أنه الذكاء الاصطناعي خد قرار أنه يكمل هذه السينفونية يعني الارتفاشل انتليجنس هيكمل العمل بتاع بيتهوفن هتقول لي ازاي يعني اقولك بص هو اسمه ارتفاشل انتليجنس اي ذكاء اصطناعي يعني هو هيعمل محاكاة لنفس طريقة تفكير وذائقة بيتهوفن في الكتابة والتأليف الموسيقي عشان يقدر يكمل هذه السينفونية تعال نسمع ونكمل الكلام هو طبعا جهد عبقرية بس لك أن تعلم أنه الفريق اللي عمل ده كان على رأسه مصري عاقل مصري بني